بسرعة النهاردة اللي اتنين عندنا شغل كتير قوي بس انا عايز اقول لحضراتكم ان مبارح كانت الدنيا مقلوبة في بريطانيا كانت نهائي يوروما بين ايطاليا وبريطانيا والماتش واتغلبت بريطانيا على ارضها اللي حصل مبارح من الجمهور والكلام اللي حصل ده كله علشان بس احنا عندنا عقدة الخواجة طبعا انا لا اتمنى انه يحدث في مصر تماما انما لو حصل في بس كان لك شوف السلوك الرياضي وشوف الدول المتقدمة وشوف الناس المتمدينين وشوف الناس المتحضرين كلنا في الهم سواء علشان احنا كده عندنا عقدة الخواجة يقولك مش عارف ايه ده عنيه خضره وشعره اصفر مش عارف ايه والحاجات دي كلها لا يا اخويا ولا كده ولا كده اللي حصل مبارح ده كان شيء الحقيقة وبعدين اخطر من كده اللي ضيع ضربات الجزاء في بريطانيا اتنين سود من زاوي البشرة السوداء اللي احنا بننتمي لهم بالمناسبة يعني انتم مش متخيلين التعليقات العنصرية في الصحف وكلام يعني كلام يعني مش عايز اقرى لكم عاد تتابع شوية حاجات ايه العنصرية دي وايه الفجاجة دي وايه الرياضة دي فمن فضلكم محدش يطلع يبقى يدينا محاضرات في الاخلاق والتحضر والتمديون لان البلد دي هي اللي صدرت التحضر والتمديون في نظرية اسمها نظرية التناسل الحضاري ايه التناسل الحضاري دي التناسل الحضاري ان الحضارة المصرية القديمة ادت للحضارة الصينية ادت خدت من الحضارة اللونانية راحت للرومان في تناسل في بيتفاعلوا مع بعض من الذي صدر الحضارة للعالم هي مصر القديمة لما لقيت اللقطة دي قلت ابدأ بيها البرنامج عشان احنا عندنا الحقيقة فيه كمية ناس الحقيقة ملزقة محفلطة مزفلطة كل حاجة اقولك شوف الغرب شوف بريطانيا شوف امريكا فالحقيقة محدش بعد كده يدينا عشان اواريكم المهزلة والعنصرية شوفوا ايه اللي حصل انبارح ايه رأي حضراتكم عشان مش عايزين حد بعد كده والنبي يدينا دروس في الاخلاق وفي الوطنية وفي العنصرية واللازي منه ادي بريطانيا بتاعت الديمقراطية وبتاعت الحرية وكده في الاخر خالص هم اللي صدروا كمان التعصب والعنصرية شوفوا التعليقات المنشورة النهاردة شيء مقيد جدا جدا معلين اسمي مدلين حمى سنة 29 سنة كان وزني قبل العملية 155 وبعد العملية وصلت المية بخال سنة وكن عندي مشاكل كتير في ارتغاف المريء وفي التنفسه في الحركة ودكتور كريم ساعت اختاري تحويل مصور ومن ساعة العملية وانا صحيتي بيت احسن وابقيت عارفة تحرك اكتر وعارفة تشتغل احسن وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة وصحيتي دلوقتي بيت اوضل كتير عن الاول طبعا وانا بسكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي تعملية تحويل مصور كانت اوضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول فسكرا دكتور كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة